حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامين حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائفي أو قصر الطائفي فقال من بلغ بسهمين في سبيل الله عز وجل فله درجة في الجنة فبالغت يومئذ ستة عشر سهما ومن رم بسهمين في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر ومن أصابه شيب في سبيل الله عز وجل فهو له نور يوم القيامة وأيما رجل أعتقى رجلا مسلما جعل الله عز وجل وقاءه كل عظمين من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن لها عز وجل جعل وقاءه كل عظمين من عظامها عظما من عظام محررها محررها من النار حدثنا عبد الوهابي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطافاني عن معدنا بن أبي طلحة اليعموري عن أبي نجيح أسلمي قال حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائفي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بي سهمين في سبيل الله فبلغه فله درجة في الجنة فقال رجل يا نبي الله إن رميت فبلغت فلي درجة في الجنة قال فرمى فبلغ قال فبلغت يومئذ ستة عشر سهما فذكر معناه ترجمة نانسي قنقر